السلام عليكم وأهلاً بكم بمراجعة الـ Ultra 9 285K هل هو Ultra أو Medium؟ رح نشوف بعد شوي صر لي 3 أيام بسهر للصبح حتى أخلص التجارب كاتل مراجعة وصلني متأخر يوم الثانين بالليل وصلني متأخر كتير بس بكل أحوال شكر كبير لأيسوس الشرق الأوسط لتوفيرهم القطع اللازمة وبالأخص كاتل مراجعة لعمل هالفيديو هذا أكتر إطلاق محير شفته بحياتي بعض التجارب اضطريت أعادها أكتر من 10 مرات وحتى بعد 10 مرات ما حصلت لنتائج المطلوبة رح تشوفه بعد شوي بعد ما شوف الفيديو بنصحك تشوف مراجعات الشباب صلاح، كمبوتر، وائل ومصطفى والشباب الثانية فخلينا نبشر بسرد سريع لمواصفات المعالج مبني على ممارية أيرولايك الجديدة بالكامل بدقة تصنيع N3B من TSMC كمان جديدة ومتقدمة على الأجيال السابقة من إنتل يحوي 8 أنوية كبيرة بدون Hyper Threading مع 16 نواة صغيرة أو E-Cords بمجمل 24 نواة فعلياً أقل من i9-14900K اللي كان يحوي 32 مسار بفضل Hyper Threading يدعم تقنية QDEM الجديدة مع رامات DDR5 اللي بتسمح بيوصول لسرعات رامات عالية جداً قدرت أحصل سرعة رامات 8133C40 وكانت مستقرة 100% هذا شيء مبهر بصراحة حتى أني جربت استقرار الرامات على MemTest 86 وحتى بعد أكتر من ساعتين تجارب أداء الرامات كانت مستقرة على ضغط الرامات البورد المستخدمة بالتجارب هي الـ ROG Z890 Hero كعادة بوردات الـ Hero البورد شكلها رهيب اللون الأسود المطفي مع شعارات ROG وشاشة Polymer Lightning 2 البورد مدعمة بالمعدن من الخلف وتدعم 6 منافذ M.2 3 منهم جيل 5 و3 جيل 4 شيء مجنون بصراحة أيضاً فيها نظام VRM مختلف 27 Phase أو 27 مرحلة مرة تانية شيء مجنون 27 Phase على بورد 22 مرحلة للمعالج وفي مراحل مخصصة للـ M.2 نعم لأنه البورد تدعم 3 منافذ جيل خامس ففي حال حبيت تشبك 3 M.2 جيل خامس ما عندك مشكلة بتوصيل الطاقة هالمنفذ الـ 8 Pen تحت الـ 24 Pen مصمم حتى يوصل طاقة إضافية للـ M.2 عن طريق VRM اللي شايفينه هون لأنه في منه للمعالج وفي منه للـ M.2 لهيك تحوي 27 Phase VRM نظام توصيل الطاقة طبعاً مزود بتبريد مجنون وخرافي منفذ الـ M.2 الأول يدعم مكانزمة إقفال جديدة وسهلة بصراحة عجبتني وأيضاً منفذ الـ PCI Express الـ 16X الأساسي لكرت الشاشة فيه قفل جديد تلقائي هو المفترض لما تحط الكرت ينقفل تلقائياً ولما تفك الكرت ينفتع تلقائياً بس بصراحة ما أعجبني كتير لأنه كلما أحاول أفك الكرت أحياناً ينفك تلقائياً وأحياناً ما ينفك فبفضل القفل العادي وخاصة مع هذا الزر الـ Quick Release كان أفضل بكتير بس بكل أحوال أموره أوكي بالنسبة للمنافذ الخلفية عندك 2 Ethernet 1.5 جيجابيت و 1.5 جيجابيت 2 Thunderbolt 4 1 Type-T 10 جيجابيت 4 USB 5 جيجابيت و 4 USB 10 جيجابيت 1 HDMI و Wi-Fi 7 مع منافذ Quick Connect الجديدة منفذين صوت 3.5 ميلي ومنفذ SpeedF البورد أيضاً تدعم نوع بنات جديد مختلف في سلطات الرامات حتى تساعدك توصل لسرعات رامات أعلى اسمهم Nitro Path ومثل ما قلت قبل شوي حصلت سرعات رامات DDR5 8133 C40 مستقرة 100% بالنسبة للتبريد الكتل الكامل إجا معه مبرد الريوجين 3 Extreme هذا نسخة محصنة عن الريوجين 3 الأساسي يدعم ضغط أيزيتك الجيل الثامن V2 مع شاشة LCD 3.5 إنش تحت الشاشة في مروحة صغيرة لتبريد VRM VRM هالبورد ما بيلزمه تبريد أبداً لأنه متل ما شايفين 27 مرحلة مع تبريد خرافي فبس يعني المبرد فيه مروحة لتبريد VRM في حال كانت بوردكت VRM فيها عادي يدعم كل المنصات الحالية مثل LGA 1851 الجديدة AM5 AM4 وأيضاً المنصات القديمة المروح مماغنطة بالكامل لتركيب أسهل وأسلس وأيضاً في كابل واحد لكل المروح لأنه مماغنطة عملية التركيب كانت جداً سهلة بصراحة كمانا استخدمت معجون حراري مرفق بالكت اسمه RG07 من ROG هاي أول مرة بجرب معجون حراري من ASOS بالنسبة للرامات استخدمت الـ Kingston Fury 48 جيجا بايت CODEM هاي الجديدة CODEM الجديدة مثل ما قلت قبل شوي مرة يعني اشتغلت بسرعة 8133 سياربعين مستقرة 100% إليكم مواصفات بقية المنصات وبقية القطاع وأجب أنوح أني استخدمت كت الرامات المرفق مع القطاع اللي هي الـ Kingston Fury 833 بقية المنصات وبقية المعالجات استخدمت عليهم DDR5 6400 لأنه بقية المنصات ما بيدعموا CODEM هاي الجديدة وحبيت أعطي الـ Ultra 9 يعني كل أفضلياته حتى نشوف لا تخافوا رح أعمل فيديو ثاني قارن فيه الـ QDEM هاي الرامات الـ QDEM الجديدة والرامات الأديادية على الـ Ultra 5 في فيديو ثاني قادم عن هذا الموضوع الآن خلونا ننتقل للتجارب بداية لأنه هذا أكتر شيء مبهر بهذا الجيل بقية الأمور رح تشوفه بعد شوين بعد الأخبار السيئة ومشاكل استقرار وسحب الطاقة الجنوني إنتل كان لازم تركز على مسألة سحب الطاقة لأنه صار موضوع يعني ميم ونعم استلكت الطاقة ممتاز تحت الضغط الكلي على كل الأنوية بعد نص ساعة Stress Test أقصى رقم شفته كان حوالي 220 واط اللي منكم ما شف مراجعات الأجيال السابقة ممكن نشوف الجيل السابق قبل الباتش كان يستهلك أكتر من 300 واط ولا ننسى أنه معالجات AMD الريزن 9 أيضا تستهلك حوالي 220 واط فهذا رقم جدا طبيعي على معالج بهذا الفئة أو بهالفئة فأخيرا معالجات انتل صارت اقتصادية باستهلاك الطاقة ممتاز بس بصراحة استهلاك الطاقة الكلي تحت الضغط ما هو أكتر شيء أبهرني الشيء المبهر هو استهلاك الطاقة في الألعاب والتطبيقات العادية الخفيفة أحد أكبر العيوب اللي كنت أشتكي منها بالأجيال السابقة للـ 13 والـ 14 وخاصة بمعالجات الـ i7 والـ i9 هو استهلاك الطاقة في الألعاب يعني حتى لما تكون تلعب لعبة مهم وتطالب كثير على المعالج استهلاك الطاقة ممكن يوصل 150 إلى 200 واط بلعبة ما هو stress test الألترا 9 أفضل بكثير لأوريكم الفرق شغلت سايبر بنك على المعالجين وقفلت الفريمات على 60 حتى أوحد الجهد الألترا 9 كان حرفيا يستهلك نص الطاقة الـ 14900 كي يستهلك 120 إلى 140 واط بينما الألترا 9 60 إلى 70 واط حرفيا النص استهلاك الطاقة بالنسبة لسرعات الأنوية تحت الضغط الـ P-Core استقرت على 5.4 جيجا هرتز والـ E-Core 4.6 جيجا هرتز وموضوع استهلاك الطاقة الجيد مهو بس بالألعاب حتى بتطبيقات 30 واط الجيل السابق إذا حاولت تضغط نواة وحدة استهلاك الطاقة ممكن يتخطى 100 واط عن نواة الوحدة فهذا شيء مبهر فبشكل عام استهلاك الطاقة متحسن بشكل ممتاز عن الأجيال السابقة وبما أنه استهلاك الطاقة متحسن فهذا الشيء لازم يعطينا درجات حرارة أفضل ونعم درجات الحرارة أفضل بكتير تحت أقصى ضغط بعد نصف ساعة Stress Test أقصى حرارة شفتها كانت 75 درجة المتوسط 70 ممتاز الجيل السابق كان يصفوق 100 مباشرة أول ما تعمل ضغط مهما كان نوع المبرد عندك فأخيرا ممكن تبرد معالجات Intel بدون ما تضطر تسكن بالقطب الشمالي وعلى سيرك الممتاز ننتقل لأداء التطبيقات المعالج وحش إنتاج محتوى بكل معنى الكلمة أداءه بالتطبيقات مبهر في Blender كان أقوى من 14900K ب16% كون أنه يحوي عدد مسارات أقل ورغم هيك أقوى بالتطبيقات هذا شيء مبهر بصراحة في Cinebench R23 اختبار Single Core كان أقوى بـ 5% من 14900K مرة تانية تذكروا Ultra 9 ما بيدعم Hyper Threading على Single Core الكبير ورغم هيك أداء Single Core فيه أقوى من 14900K مرة تانية شيء مبهر أما في اختبارات الملتي ثريت كان أقوى بـ 17% في Cinebench مرة تانية أقوى بـ 17% رغم أنه مساراته أقل شيء ممتاز في فيري كان أسرع بـ 20% من 14900K 20% جماعة هذا رقم ممتاز في Corona Benchmark الصدارة رجعت لـ 14900K بس بفارق بسيط لأن أغلبكم رح يشوف النتائج ويقول يا سلام إيش هاد وحش كاسر أكيد رح يطحن المعالجات الثانية في الألعاب أداء تطبيقات خرافي أداء Single Core ممتاز أداء ملتيكور رهيب استهلاك طاقة جيد حرارة جيدة كل شيء فيه أفضل لحد الآن كل شيء لوز أكيد رح يطحن المعالجات الثانية بالألعاب هذا بالضبط اللي أنا كنت بفكره لها السبب قلت عنه أكتر إطلاق محير شفته بحياتي ولها السبب اضطريت عادة تجارب أكتر من 10 مرات بتشوف نتائج التطبيقات تقول يا سلام إيش هاد وحش كاسر بتشوف نتائج للألعاب بتقول هدا هو نفس المعالج ولا غيرته حتى أني توصلت مع الشباب مد ودارك وصلاح ووائل ومصطفى وسألتهم عن نفس الموضوع وخالوا نعم حتى عن النتائج يعني محيرة لهيك قلت لكم روحوا شوفوا مراجعات الشباب حتى تشوفوا إيش نتائجهم لأنه بصراحة شي جدا محير الآن خلونا نشوف تجارب للألعاب وتذكروا مرة تانية الألترا ناين شابك عليه رامات DDR5-8133 يعني معه أفضلية كبيرة بسرعة الرامات نباشر مع Borderlands 3 وكان أبطأ بشوي من ال i9 أبطأ بشوي ما هو مشله يعني من مشية في CS2 متوسط الفريمات كان أقل بشوي من ال i9 لكن ال 1% لو كان أفضل فممكن نعتبره تعادل أو حتى ممكن نعتبره أفضل بشوي من ال i9 لأنه ال 1% لو جدا مهم فممكن نعتبرها تعادل في CS2 رغم أنه متوسط الفريمات على ال i9 كان أكتر في سايبربانك هون نباشر نشوف النتائج الغريبة أداءه كان أسوأ من ال Ryzen 5 7600 هالتجربة بالتحديد سايبربانك اضطريت عيدها أكتر من 15 مرة وكل مرة أجرب حصل نتائج مختلفة أحيانا أحصل 115 أحيانا 107 أحيانا 100 أحيانا هالشي اللي جنني في هالمعالج بالنهاية بعد عدة تجارب هذا هو المتوسط اللي حصلته 108 فريمات اللي هو أقل من Ryzen 5 7600 Ryzen 5 جيل سابق يا جماعة في Dying Light 2 النتائج أوكي بس مرة تهني أسوأ من Ryzen 9 الجيل السابق والRyzen 5 والi9 لا تطلعوا على 1% لو هون هذا 1% لو ماهو دقيق في هذا البنشبارك طلعوا بس على متوسط الفريمات انتل قالت بالتحديد أنه أداء Ultra 9 أقوى في Far Cry 6 ولكن بعد عدة تجارب وعدة محاولات لا ما كان أقوى كان أضعف من ال i9 هوغورتس لغاسي ما تتبع الأشعة جداً متطلب على المعالج لذلك جرفتها مع تتبع الأشعة وأداءه نفس Ryzen 9 9750 وأقل من ال i9 14900K نتائج جداً محبيطة هورايزين 0 Dawn يعني عدة تجارب أكثر من مرة عدة تجارب أكثر من مرة وعلى سرعات برغمات مختلفة بالمناسبة يعني يعني حاولت كتير كتير حتى حصل النتائج المختلفة نعم أحيانا حصل النتائج المختلفة بس النتائج اللي حصلها أسوأ مو أفضل من هيك في الثلاثة فاصل الموضوع كان ممتاز أداءه نفس ال i9 بس يعني ممكن أن تتبره تاي ممتاز لا أبار عليه Resident Evil 4 Remake أسوأ من ال i9 أفضل من ال Ryzen 9 بس يا فرحتين أنت جاي تكون أفضل من ال i9 أو على الأقل بنفس أداءه لا هو أسوأ من ال i9 في Shadow of the Tomb Raider متوسط الفريمات كان أقل من بقية المعالجات أو من ال Ryzen 9 وال i9 بس ال 1% لو كان أفضل بصراحة وهذا شيء يعني ممكن نلاحظه في بعض الألعاب أنه صحيح متوسط الفريمات في بعض الألعاب ممكن يكون أقل لكن ال 1% لو ممكن يكون أفضل وهذا شيء جيد لكن المشكلة ما هو شيء مستقر ما هو شيء دائما ما هو شيء يعني دائما أحيانا بتحصل نتائج أفضل أحيانا بتحصل نتائج أسوأ يعني شيء جدا محبط Spider-Man هي أول لعبة فعلية لقيت فيها تحسن فعلي عن كل المعالجات الألترا 9 بالفعل في هاللعبة تتبع العشاعة على فكرة جربتها لأنه تتبع العشاعة جدا ضخمة على المعالج الألترا 9 بالفعل كان يعني الشيء متوقع منه بتتوقع منه يكون الأفضل وبالفعل كان الأفضل أفضل متوسط الفريمات وحتى بال1% لو كان أفضل من كل المعالجات هون هذا الشيء الممتازل بس المشكلة أنه ما كل الألعاب هيك يعني واحدة من كل 10 الألعاب لحتى تحصل فيها النتائج الجيدة في Starfield كان مرة تانية جيد متوسط الفريمات نفس ال-I9 لكن ال-1% لو كان أفضل من ال-I9 مرة تانية أحيانا بتحصل ال-1% لو أفضل من ال-I9 أحيانا لا يعني شيء ما هو مستقر Warzone هي اللعبة التانية اللي كان فيها الألترا 9 بالفعل متفوق على كل المعالجات سواء ال-I9 وال-Ryzen 9 سواء بالمتوسط الفريمات ولا ما وإنما هذا شيء ممتاز بصراحة بس المشكلة بس لعبتين يا جماعة بس لعبتين Spiderman ووردزون لقيت فيهم تحسن واضح عن المعالجات التانية بقيت التجارب يعني إما نفس الأداء تقريبا أو حتى أسوأ هاي المشكلة فهذا هو ملخص ال-I9 بالطرف الأول استلاك طاقة جيد مبهر وتحسن عن السابق حرارة أفضل أداء تطبيقات ممتاز لغبار عليه أداء سنجل كور مبهر أداء ملتي كور مبهر لكن بالطرف الآخر أداء الألعاب أسوأ ما الجيل السابق حتى في بعض الألعاب أسوأ من ال-Ryzen 5 والمشكلة مو بس أداء مخيب بالألعاب نتائج الألعاب غير مستقرة نفس اللعبة على نفس الأعدادات على نفس كل شي على نفس التجربة كل مرة أحصل نتيجة مختلفة وحيانا الاختلاف يصل لـ 10% من تجربة إلى تجربة على المعالج نفسها نفس التجربة نفس كل شي نفس البنشمارك عيد التجربة كل مرة أحصل نتائج مختلفة مرة جيد مرة أسوأ بس بكل الحالات تقريباً بكل الحالات كان أسوأ من ال-I9 لها السبب يعني كيف بدأ أوصلكم النتائج أعطيكم أسوأ نتائج حصلتها ولا أفضل نتائج حصلتها الأرقام اللي شفتوها هي ملخص أو متوسط تقريباً عشر النتائج اللي عملتها عشر تجرب بعملها بأخذ المتوسط منهم وبحطه بال يعني بالأرقام لها السبب الموضوع جداً محير ولها السبب اضطريت أعيد التجارب أكثر من مرة كل مرة أجرب بتاع الثلاثين نتائج مختلف في إيش هيك أنا أنا بقى بجرب كل مرة بحط معالج مختلف إيش هيك هي والمرة بساطة فيك معالج ليش عبي يصير هيك ما بعرف بالضبط بصراحة بس عندي شك بما أنه المعمارية جديدة بالكامل تصميم الأنوية جديد بالكامل وبعض الألعاب مع الترف تميز بين الأنوية الكبيرة والصغيرة لذلك عبزير عدم استقرار بالأداء وحتى أداء أقل إذا هالاحتمال صحيح احتمال أداء المعالج يتحسن مع الوقت والباتشات ولكن إذا هالاحتمال غير صحيح أداء هالمعالج رح يظل أسوأ من الأجيال السابقة نعم يا فرحتي إنتل صلحت مشكلة استهلاك الطاقة والحرارة بس على حساب أداء الألعاب إيش استفدت؟ مطرح ماذا؟ شا نقوه؟ أنا بصراحة محبط إطلاق Zen 5 من AMD كان مه وحاليا الألترا 9 أو معالجات الألترا 200 من إنتل مه والشيء أكيد رح يرجع بالسلب علينا سواء كتب تفضل معالجات إنتل أو AMD لأنه من يومين AMD سربت معلومات عن معالجات 9000 X3D وتأكد بعد هالأخبار اللي شفتها اليوم AMD رح ترفع أسعار معالجات X3D لأنه أداءهم الأفضل بالألعاب شيء محبط بصراحة شيء محبط مثل ما قلت انتظروا في فيديو تاني رح أرجع أعمل عليه تجارب معمقة وخاصة بخصوص الرامات والتجارب الرامات وأجرب عليه رامات مختلفة هو حاليا جربت رامات مختلفة بس ما حصلت نتائج مختلفة كتير لأنه نتائج ضلت تختلف من تجربة إلى تجربة على نفس الرامات ونفس القطع يعني شيء شديد دم محبط رح أعمل فيديو تاني أغير أعمل تجارب معمقة كتير مع رامات مختلفة قطع مختلفة تبريد مختلف أجرب كسر السرعال أندرفولت هالأمور لأنه مثل ما قلت القطع مصلتني متأخرة كتير لذلك يعني صار لي أنا ثلاثة أيام بسهر للصباح حتى أخلص التجارب ورغم هيك يعني رح أعمل فيديو تاني رح أعمل فيديو تاني التجارب معمقة بس حاليا الوضع جدا محبط بصراحة انتظروا الفيديو التاني لا تنسوا تشتركوا وتقللوا ضرباتكم حتى ما يثوتكم الفيديو القادم أنا ما عارف أحكي يا جماعة ما عارف أحكي المهم هذا هكذا كنت أشتركوا فيديو اليوم أتمنى أن تكونوا استفدتوا واستمتعتوا إذا عجبكم مقطع أكيد لا تنسوا مزود الفريمات وأزافاتكم الفيديو السابق موجودة نروح وشوفوك كان معكم أخوكم أمام محمد شكرا المتابعة السلام عليكم أنا عزت يا جماعة صالي ثلاثة يام خلصت أخيرا الحمد لله السلام عليكم